بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا ستعين اللهم صلى على محمد وعلي محمد السلام عليكم أخواني وإخواتي العزة الجميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل معكم في المبادئ العامة General Principles وهنا نتكلم عن المقارنة ما بين التحسين الناعم والغير ناعم Smooth Optimization versus Non-Smooth Optimization فلنفترض بأنه لدينا دلتين F1 و F2 هذا وهذا حيث أن الأولى دلتنا ناعمة Smooth Function أي التي هي في الأعلى والثانية غير ناعمة Non-Smooth Function قبل أن نبدأ بكل شيء دعونا نرى التعريف باللغة الإنجليزية لأنه يشرح لنا شيء مهم هنا فقط نذهب هنا نكتب Non-Smooth Function سنحصل هنا على النتيجة نرى هنا بموقع ليندو ليندو طبعا هذه أحد الشركات التي تنتج برنامج للينير Optimization لم يقضني نستطيع أن نأخذها هنا لينير ونالينير برنامج لينغو فهنا تراي لينغو فواحد من البرامج المشهورة في الابتميزيشن صغير ولكنه فعال لا علينا منه نأتي لهنا هنا تعريف جميل Smooth Functions Have a Unique Defined First Derivative Slope or Gradient عندها تعريف لأول مشتقة أي السلوب أو الانحنى عندها كل نقطة فتسمى Smooth Function مثلا هنا لو عرفناها مثلا الفيرس ديرفتف سنراها هنا السلوب معرفة مثلا عند هذه النقطة هنا سنحصل على سلوب عند هذه النقطة على سلوب عند هذه النقطة على سلوب ولكن دعونا نرى هنا في هذا هنا توجد لدينا مشاكل ويتم تعريف المشاكل بالنسبة إلى شيئين مهمين وهنا نستطيع أن نراها يتم تعريف Smooth Function رسوميا لأنه ماذا إذا كانت في Single Variable هنا أي على محمر واحد X ويوجد لدينا هنا F of X فنرى على أنه ماذا Continuous Single Continuous وسنمر أيضا على ما هو ال Continuous من دون أي انحناءات شديدة أو انقطاعات Breaks هذه على سبيل المثال نرى هنا Discontinuity موجودة فلنأتي إلى هنا مثلا نأتي إلى الرسومات سنراها هنا على سبيل المثال بالنسبة إلى Two Dimensional على ال Variables على ال Independent Variables أي Three Dimensional Blots إذا أخذنا ال Independent Variable هذا أيضا Non-Smooth Function باستخدام طبعا هنا خوارزمية الجينات بالMathLab هذا مثلا Optimize a Non-Smooth Function Using Genetic Algorithm نرى هنا انحناءات شديدة فهذه ترينا أحد النماذج لل Functions أو الدوال الغير ناعمة على Three Dimensional Blots هنا نرى على Two Dimensional Blots أي One Variable على X-Saxis ودعونا أيضا نرجع إلى هنا في الرسومات نأتي إلى ماذا هنا فنذهب على سبيل المثال إلى هنا هذا يعطينا تعريف للContinuous والDiscontinuous بشكل جميل مثلا هنا في Step Function طبعا Step Function يأخذ في Control مثلا إذا كان عندنا نريد مثلا إذا كان عندنا Control System هنا هنا نعطي Input ويعطينا Output طبعا الInput عادة يكون Step Function هذا XY فيكون هكذا Step Function طبعا بغض النظر ما هو بداخل Control Loop هل هو مثلا Feedback Control مثلا GC GB 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 معلومات عامة يعني وهنا مثلا Feedback GM ويرجع لنا هنا طبعا Comparator وهنا لا علينا منه علينا من الInput هنا الInput ومثلا يريد أن يضبط لنا الOutput فيكون هنا ماذا Step Function مثلا هكذا يمكننا لا نرى هذا فتكون هكذا تأتينا بنحدار شديد هنا عند النقطة صفر فنرى عند النقطة صفر هنا توجد لدينا سالب واحد وعند الصفر أيضا هنا توجد لدينا واحد عادة إذا كانت له Unity Gain فنرى عند قيمتين عند الصفر فهذه Discontinuous Function هذا وهنا من المفترض أن يسمونها Discontinuous The whole function is sometimes called Discontinuous أيوة طبعا هذه NonSmooth Function فهي Discontinuous وتكون أيضا Continuous وNonSmooth في مثلا حالة هذه الحالة فهنا نرى أن هناك مثلا زاوية حادة جدا هنا Very nice Tangle عند نقطة البداية هنا Origin Point ولهذا تسمى ماذا تسمى Continuous Function هذا طبعا إن أردتم أن تقرؤوا هذا هنا موضوع كبير جدا لا أريد التطرق إليه سأضع لكم الوصلة لا علينا من كل هذا دعونا نرجع إلى هنا ففي بعض الأحيان خصوصا مع خوارزميات التحسين الكلاسيكية لماذا لأن خوارزميات التحسين الكلاسيكية الكثير منها تعتمد على Derivatives فهنا تسبب لنا مشاكل لSmooth Functions لأننا من خلال التعريف لSmooth Functions نلاحظ بأنه إذا كانت الدالة ناعمة مع الاشتقاق الأول أو الاشتقاق الثاني تكون ناعمة مثل ما نوضح هنا First or Second Order Continuously Differentiable هذه بالنسبة إلى الناعمة الدالة F تكون قابلة للاشتقاق الأول الدائم Continuous مثل ما قلنا هنا Continuous Differentiable First Order طبعا إذا كانت مشتقتها الأولى متحققة Exists ودائما Continuous ولهذا هنا ثابت Lishbits هذا بالإمكان أن تقرؤوا عنه فيما بعد ليس موضوعنا هنا من مشتقته يساوي لنا ثابتا نسميه B L حيث أنه لأي نقطتين X و Y ويجب أن لا تكون نقطة Y ونقطة X متساوية مثلا هنا على الدالة F to X هذا فلنسميها بأنه الدالة فقط F to من دون X مثلا هذا فلنسميها على سبيل مثال هنا F to مثلا Z وليس X فهنا لأن X مثلا معرفة نقطة واحدة هنا فنقول هنا مثلا Z وهنا F Z وهنا مثلا نقطة X مثلا هنا هذا X وهنا مثلا نقطة Y فهنا تعطينا ماذا تعطينا F of X وهنا تعطينا F of Y لهذا سمينا هذا F of Z لأنه مثلا لأنه هنا نقطة واحدة وسمينا هنا Z ولهذا النقطتين X و Y على الدالة F طبعا هنا سمينا F 2 هذه 2 نزيلها F of Z أو فقط F لا يضر وهنا نقطتين كما قلنا على الدالة F تتحقق هذه النقطتين بالعلاقة التالية هذا يسمى Absolute هذا الخط العمودي مثلا Absolute ماذا مثلا واحد أو مثلا فلنقول عنه أربعة هنا يعطينا أربعة سالب أربعة يعطينا أربعة Absolute Function عادة يسمى فقط بال BS Absolute أما يكتب هكذا أو يكتب هكذا Abs F prime of X minus F prime of Y هكذا كلهما متساوية هذا وهذا فطبعا هنا يقول لنا ماذا هذه النقطتين تتحقق من خلال ثابت الشبت إذا عرفنا بأنه قيمته L فهنا ماذا المشتقة بالنسبة إلى النقطة X والمشتقة قيمتها بالنسبة إلى النقطة Y نأخذ الفرق ما بينهما ونأخذه بAbsolute يجب أن يكون أصغر من أو يساوي الفرق ما بين النقطتين بالAbsolute أي بالمطلق مضروبة بالثابت الذي هو رمزه L أي ثابت الشبت يتم استخدام هذه المعلومات كل هذه المعلومات من الاشتقاق الأول والثاني لتحسين الدوال To optimize functions حيث من خلال هذه المعلومات يتم تحديد الطرق المناسبة في عمليات التحسين Optimization Process طبعا هذه كما قلنا في ماذا في Classical Optimization أي خوارزميات التحسين الكلاسيكية التي تحتاج إلى مشتقات طبعا في الخوارزميات الحديثة بعضها تحتاج إلى مشتقات مثل ماذا مثل ال Hybrid Hybrid Optimization Algorithms طبعا طبعا مو كل Hybrid مو كل الخوارزميات المهجنة فقط المهجنة ما بين خوارزميات الحديثة هاي الميتة Heuristic Heuristic مع ماذا مع الكلاسيكة أي يكون التهجين ما بين الخوارزميات الكلاسيكية أو القديمة مع الخوارزميات التحسين المبنية على مثلا الإلهام من الطبيعة تسمى بال Meta Heuristic تكون Statistic Probabilistic لا يهمنا فهي تسمى عادة بال Nature Inspired جزء كبير منها ولكن بشكل عام Meta Heuristic Optimization Algorithms ففي بعض الأحيان ما الذي يفعلونه سأوضحه لكم هنا برسمة أكبر يكون عندهم مثلا Optimization Algorithm مثلا Meta Heuristic هنا مثلا من Meta Heuristic يستخدموا على سبيل مثال Genetic Algorithm هذه الخوارزمية Genetic Algorithm أو مثلا Particle Swarm Optimization أو مثلا Black Hole Optimization أو على سبيل المثال Biography Based Optimization أي خوارزمية مثلا Artificial B Colony Ant Colony Optimization أي خوارزمية هذه من Meta Heuristic Meta Heuristic Optimization Algorithm عادة ماذا عادة إما تكون Probabilistic أو Statistic على سبيل المثال هنا Random Search Optimization Optimization أي مبنية بورلي على ماذا بورلي On Random Functions أو Generator أو Random Generated Solutions فهذه ماذا كل مرة نشغلها تعطينا جواب جديد أي لا تحصل على Unique Solution قد تحصل ولكن كلش كلش نادرة قليل جدا 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 بشكل بشكل لا يتخيل لأن الأرقام infinite في ال Continuous إلا إذا كانت عندنا مثلا Mixed Integer مثلا أو Combinatorial Optimization Algorithms ربما نحصل خصوصا في Combinatorial Optimization Algorithms لأننا نتعامل فقط مع Discreate Variables ولكن لم تحصل مثلا إذا كانت لدينا Continuous صعبة صعبة جدا أن تتحقق فلا يوجد هنا أي Unique Solution فما الذي يحدث عادتان يتم تهجينها قبل أن نحصل مثلا هذا هو الجواب مثلا في كل Iteration مثلا هنا مثلا بالنسبة لل Iterations مثلا I مثلا وصل إلى G هذا مثلا No مثلا وهذا مثلا I يساوي I plus 1 هذه معلومات عامة لا تتعلق بهذا الموضوع ولكن فقط لماذا أنا أحاول أن أعطيكم أتشعب لكم بإمكانكم أن تتوقفوا هنا ولكن إن كنتم حابين مثلا أن تتقدموا قليلا للأمام سنتطرق إلى هذا التوصيل في الحلقات القادمة ولكن فقط أعطيكم معلومات سريعة فمثلا هنا I equals to I plus 1 أي بالنسبة إلى Next Iterations فمثلا هنا G مثلا يساوي لنا على سبيل مثال 100 Iterations Yes فهنا مثلا مثلا يبتدي لنا I يساوي لنا 1 2 3 4 إلى أن يصل إلى هنا مثلا I يساوي مثلا 100 خلاص راح يمر إلى Yes Yes و يتوقف على سبيل المثال Stop فما الذي يحدث هنا عادتا لأنها Non-unique solution ما الذي يحدث هذا قبل أن يبدأ في Next Iterations هذا الجواب هنا يتم أخذه عادتا إلى Classical Optimization Algorithm لماذا يسمى عادتا بالTuning Stage أي مرحلة التنعيم في يقوم ماذا هنا يقوم بأخذ solution هنا و يقوم بعمل لأن هذه Classical Optimization Algorithms مبنية على ماذا Built on Gradient Passed Passed Search كنتم تذكرون في واحدة من الدروس السابقة كنا نتكلم عن هذه مثلا لو كان لدينا هذا فقط في الدروس السابقة في Convex والNon-Convex كنا نتكلم مثلا لو كانت لدينا ابتدأنا من هذه النقطة فهذه النقطة مثلا X-Note فمثلا عند هذه النقطة الجديدة مثلا هذه تكون لدينا ماذا عند هذه النقطة X-Note minus delta X تحركت ب delta X وهنا مثلا عند هذه النقطة X-Note plus delta X فنرى بأنها ماذا تذهب إلى هنا تراها غير جيدة تنتقل إلى هنا وتنتقل تنتقل تصل إلى هنا تنتقل إلى الأعلى تراها غير مناسبة ترجع مجددا فتستقر عندها عند optimal solution هذا فهذه gradient paste فهنا في النهاية تحصل على ماذا في كل مرة نقوم بتشغيل نحصل على unique solution S وليس وليس فقط solution لماذا لأن الفكرة هنا تكلمنا عن classical ماذا هنا لو كانت لدينا مثلا dollar هكذا مثلا فهنا تسمى مثل ما قلنا هذه النقاط هذا هذا مثلا حتى لو كانت لدينا هنا هذا هذه النقاط ما هذا في حالة المنميزيشن local optimum points وهذه global global optimal point فهذه الميتاهورستيك شغلتها ماذا تقوم بأخذ حلول عشوائية فهذه ماذا نستطيع أن نقول عنها it will ensure escaping from local optimum points وسميناها ماذا traps مصائد وهذه it will guarantee أو it will ensure reaching the lowest highest value at the given non tuned point فعند أي نقطة هذه ستقوم بإنزالها لأفضل قيمة ممكنة مثلا وصلت عند هذه النقطة هنا مثلا عطيناها مثلا نقطة من الميتاهورستيك عند هذه النقطة هنا هذا على سبيل المثال عند هذه النقطة فعند هذه النقطة ستقوم بإنزالها إلى هنا وستعطينا إجابة واحدة ومن ثم ستبدأ مثلا في الآتر الثاني على سبيل مثال عطتها عند هذه النقطة هنا ستقوم بإيصالها إلى هذه النقطة هنا عطتها مثلا عند نقطة هنا أو هنا مثلا ستصل إلى الغلوبال هذا فهذه فهذه هي الوظيفة طبعا هناك الكثير الكثير من الخوارزميات المهجنة وهذه من أفضل وأقوى الخوارزميات المهجنة طبعا لدينا هنا واحدة من الخوارزميات الناجحة جدا نستطيع أن نراه هنا مثلا لو أتينا مثلا مثلا هذا نستطيع أن نراه هنا أسمي فهذه قمت أنا بتصميمها مبنية على البيوجيغرافي بيس الابتمايزيشن و لينير بروغرامينج فعطتني نتائج قوية 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 جدا تغلبت على الكثير من النتائج من جامعات مرموقة في كندا في الهند في إيران في مصر عطتنا نتائج خارقة في وقت قياسي جدا و قليل جدا جدا كانت نتائج صادمة بالنسبة لي و على أساسها أحببت ال أو التهجين فنرجع إلى هنا هنا وصلنا إلى أعتقد إلى قمنا بشرحها بشكل جيد هذا وأي سؤال عندكم يرجى أن تطرحون بالأسفل وإن شاء الله تعالى نحن وإن شاء الله غيرنا من الأخوة المتخصين نتمنى أن يكونوا متواجدين ويروا السلسلة ويكونوا أيضا فعالين في تحسين محتواها من خلال طرح مثلا أسئلتهم أو انتقاداتهم أو معلومات إضافية طبعا هذه مجرد خلاصة مقدمة فقط مقدمات عندما ننتهي من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى تأم التوفيق لنا سننتقل إلى سلاسة الأخرى متقدمة في الخوارزميات الكلاسيكية والخوارزميات الذاتية الإرشاد شكرا لكم إخواني ونبقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة